هل هو مؤهل هل هو متضرب واخد الكورس يعني أنا سمعت فيه دول زي اندونيسيا ماليزيا الفلبين دلوقتي بتتأكد أنه العمالة اللي هي مصدر دخل بالنسبة لها ودي بتصدر عمالة للخارج أنه يكون على المستوى اللي هو رايح له عشان ما يضرش سمعة المنتج البشر للأسف إحنا عندنا الحالات دي كتير جدا وعندنا خاصة في الأردن وعندنا ناس بتروح كأنها طبخين ويطلعوا مزارعين أو يروحوا هناك ويغيروا حتى المهنة فيتتلغبط الإقامة بتاعتهم فيدخلوا في إقامة غير شرعية عندنا الموضوع ده عالي جدا إنما بكلم حضرتك بقى في التدريب والمؤهل إن هو يخرج يشتغل في المهنة دي إحنا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وزارة الهجرة بتحاربها عن طريق التوعية أو الترويج للهجرة الشرعية ترويج للهجرة الشرعية حضرتك عايز تسافر يبقى تسافر زي ما حضرتك بتقول بمؤهل بإمكانيات بتدريب مهني وعملي إنه يليق بمتطلبات سوق العمل في الدولة إيه اللي حضرتك رائحة؟ عشان كده إحنا بنخرج بندرب الأول بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني زي مؤسسة مصر الخير بندرب هؤلاء الشباب من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية عن حرف كثيرة جدا وبنجيب سفير الدولة الأوروبية وبنوري له الشريحة اللي تم تدريبها ونقوله آدي دولة المتدربين من فضلك شوف إيه متطلبات السوق العمل اللي عندك وإنت بنفسك اختار العمالة اللي ترونها طيب الطلب بيبقى على أي نوعية من الوزائق أكثر المزارعين